تجسيداً لتعليمات الرئيس الجمهورية وفي إطار البرنامج التكبيلي للتنمية لولاية تيسمسيلت وضمن الزيارة التي يقوم بها اليوم وزير سكن والعمران والمدينة محمد طارق بالعريبي إلى الولاية وضع الوزير حجر الأساس لمشروع ألفي مسكن عمومي إيجاري بمنطقة بونغوش ومائة مسكن عمومي إيجاري ببلدية عماري كما دشنا عدداً من المرافق التربوية إلى جانب إعطاء إشارة انطلاق مشاريع أخرى في التهيئة الحضرية